أعو بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على ربه الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر مأسا شديدا من لده ويبشر الرؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما تدين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواه إن يقولون إلا كذبا فلعلك باطع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفئية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن حص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناه هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأكون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وما يعبدون إلا الله فأفوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فطا وترى الشمس إذا طلعت أزاغوا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقررهم ذات الشمال وإذا غربت تقررهم ذات الشمال وهم في فجرة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المبتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم ماسط براعين بالوسيد لم اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم نقت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلعوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لغيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غنبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامن كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلم لهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعي من ذلك غدا إلا أن يششى الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غير السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكم أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالوداد والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليقم ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغفوا يراثوا بماء كاله ليشري الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمالا أولئك لو جنات عدل تجي من تحتهم الأنهار يعلون فيها من أساب ومن ذابر ويلبتون ثيابا أخرى من سندس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنابهم وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت تكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحابه أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبد هذه أبدا وما أظن الساة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجد أن خيرا منها موقلبا قال له صاحب وهو يحابه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي لا أشرك بربي أحدا فعسى ربي أن يؤني خيرا من جنتك ويرسل عليها أثمانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قابية على روسيا ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الكلاية لله الحقيق وخير ثوابا وخير عبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوه الضياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبلون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويعمل سيسر الجبال وترى الأرض بارستا وعشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعروا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغابر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدونا منه حاورا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتغلونه ودريته أولياء من دوني وهم لكم عدن بئس لبوالين بدلا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى الأجرون النار فضروا أنهم مواقروها ولم يجهدوا عنها مصرفا ولقد صصفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ داءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل الرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجارب الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق وارتخذوا آياتي وما أنذره زواب ومن أظلم من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدنهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور بالرحمة لو يؤاخرهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلمنا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبغض حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سصبا فلما جعزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقنا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدننا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خذرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لطورق أهلها لقد جئت شيئا أمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآقذني بما نسيت ولا ترقني من أمي يسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألت شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني مذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يغيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقر فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأسبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال هذا فراق بيني وبينك سأسبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأقب كل سفينة رصبا وأما الغلام فكان أمواه مؤمنين فخشينا أن يرقهما كريانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما غيرا منه زكاة وأقرب رعما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تغيل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألك عن ذي القرنين قل سأتو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجدان عندها قوما قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قال يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مستدون في الأرض فهل نجعل لك أرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردنا آتوا لي زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قالوا ننفخوا حتى إذا جعلوا نارا قال آتوا لي أفرغ عليه قطرا فما استطاروا أن يظهروا وما استطاروا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ودركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعلمهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون سمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فعبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا عمل الصالحات كانت لهم جدنات الفربوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها أولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا